بسم الله وكفاء وسلام العباد الذين اصطفى ربنا عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك آمين يا رب العالمين الآن سأذكر لكم الأيات التالية واتدبرها لعله يوم من الأيام يسألنا ربي باش نفسه إن شاء الله يقول رب دايما على اللسان هالنفر من الجن النفر اللي هو عقل جاب ربي بسورة قلوة بالعامية وإنه وإنه كان رجال عند معلومة من الإنس يعودون برجال من الجن الرجال هنا هي فرق بالأفراد سواء كان الإنس والجن مش رجال لوم صح المفاهيم شوف اللغة العربية القرآنية مش كيف اللغة العربية للعامية حسن العامية هو ما أدرك من العامية وهي بلية وإنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوا مراقا وعلى اليوم في عصر الإرهاقات كلها إرهاقات في الروح كلها متأخذة عقلبها روح من كلها ظلمات وكل سخات واسخة متعفنة ملوثة وكذلك العقول كذلك في راق شديد لا عقول اليوم تذكر كما يشبع تذكر العقول بل اليوم ما عنده كلمة نقول على فلان فلان النجمة والنجمة الفلان هذه ليست بعقول هذه ما لا معاقل ما لا تصطاد ما بقية من عقول صحيحة بقيت عند قلة من الإنس والجن والعياذ بالله وإنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوا مراقا يعني يجي يعاونه يزدي يتخذ فيه المعاونة ويجي يعاون فيه على حفران قبر ابوه وحربوا بالفلس يعني وقتا يتقرب انتي كرجل وشبه الرجل من الإنس شبه الرجل من الجن وتعرفوا ذوكم الجن ما تجمش تعرفوا عليهم حد شيء ما عرفهم إلى ربي سبحانه وتعالى انتي تقول بما أني أنا ما قدرتش يجيب فلان الولاني يجيب الخطة اللي ينحب علي ويجيب المال الفلاني نغور عليهم حيث حد حد ما يتبعني بقضية قضية ملا بالحقوق وبرا هيا ما نجمناش بالظاهر هيا لا يمشيوا بالخفي وهو علم الجن وتمشي عاد من يدعون يكونوا عندهم علاقة وطيدة بالجن ويوهمك اللي يكونوا قضيةك وكهو تنتظر كان هذه ملا الأحلات في عينيك هني مجديك هذه الأحلات في عينيك قربة مغمق مطرها طول عمرك فلانا من أهل الرضوان ومش من أهل الغضب الإلهي والمال ذلك كذلك أنت ما شبعتش بالي عندك ما ما عادش فيش يكفيك حد شيء وبالله العظيم لا يملى وعنيك إلا التراب حين الممات يعني ما تحييش اخفلت عن مأواك في أرض فأنا تبدأ تضغط عليك حتى تختلف أطلعك اخفلت عنك اللي يستنى فيك هذا ما شيء تسمى تسمى عذاب الأصغر هذا ما العذاب الأكبر اللي يستنى فيك والله لن تفرض منه أبدا إنه يسكيب والسلام علينا من التبعا حيد الله